قررت الحكومة خلال اجتماعها مع النقابات التعليمية اليوم الاثنين تجميد العمل بالنظام الأساسي في أفق تعديله وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة. وقال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم إن الحكومة قبلت خلال الاجتماع المطالب النقابية المرفوعة اليوم حيث تم الاتفاق على تجميد النظام الأساسي الحالي الذي أثار الإشكال والاتفاق على تعديله بعد ذلك. واتفقت النقابات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وفق المصدر نفسه على تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية وأيضاً الاتفاق على معالجة الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصى يناير. وبموجب الاتفاق تقرر رسمياً تجميد العمل بالنظام الأساسي المثير للجدل في أفق تعديله. ومن المرتقب أن تنعقد جلسة حوار أخرى بين اللجنة الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم الخميس المقبل. واعتبر على كوش أن تفاعل الحكومة إيجابي ذلك أنها استجابت للمطالب المرفوعة من طرف النقابات التعليمية.